على سرير المرض هذا يحاول المريض محمد أن يحصل على دوره في غسيل الكلة أثناء ساعات وصل التيار الكهربائي قبل القطع فتوقف دوران هذه الأجهزة بسبب قطاع الكهرباء قد يكون سببا في مضاعفة آلامه التي يشكل عملها شريان حياة له ولغيره من المرضى إلى ثلاثة أيام أو ثلاثة جلسات في الأسبوع أسبوعيا يوم السابت الثنين الأربعة كل جلسة أربعة ساعات تتراوح فترة الغسيل بدون كهرباء لا أقدر على الغسيل طبعا هذا عدم له توفير الصلار وتوفير الكهرباء بأثر على حياتنا وشكل حياتنا إلى خطر كبير مرضى كثر مصيرهم سيصبح مجهولا إذا ما استمرت أزمة توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل كما ترى وزارة الصحة هناك أكثر من 130 منوم في حضنات الأطفال وكذلك 100 مريض بالعنايات المكثفة إضافة إلى 920 مريض بالفشل كلاوي يحتاجون إلى غسيل كلاوي مدمم ثلاثة مرات أسبوعيا عوضا عن توقف محطات الأكسجين في داخل مستشفيات قطاع غزة إضافة إلى توقف المختبرات والمختبر العام ومختبر فيروس كورونا وبالتالي سنكون أمام أزمة خانقة خلال أيام المقبلة إذا لم يتم حل هذه الأزمة بشكل جذري أوضاع إنسانية باتت صعبة مع هذا التوقف دفعت العديد من المؤسسات الأهلية والدولية لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المحروقات التي منعها عن القطاع بحجة التوتر الميداني الحاصل منذ أيام نحن نوجه رسالة لكل الأطراف وبخاصة المجتمع الدولي الذي لا زال صامتاً اتجاه هذا التدهور الخطير والحاصل بسبب الحصار الإسرائيلي والقيود التي يفرض الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبد الفلسطيني في قطاع غزة في انتهاك فاضح لكل المواثيق والمعاهدات هذا عقاب جماعي يدفع ثمن أطفالنا ونسائنا ومرضانا وشيوخنا وما بين أزمات سابقة وأخرى لاحقة يبقى مرضى القطاع بحاجة ماسة لتحييد مرضهم عن أساليب ضغط الاحتلال على الفصائل بالقطاع مرضى قطاع غزة والذين يعانون من نقص حاد في أدويتهم ومستلزماتهم الطبية جاءت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لتفاق ما من هذه المعاناة وتعرض حياتهم للخطر محمد ابن موسى الغد غزة فلسطين